بصوا بقى دي الفقرة التي طال انتظارها لانه دي اللي بينتظرها عشرات الملايين من مصر 85% زي ما كنت بقول لكم بارح من عقارات مصر غير مسجلة طيب عندنا قانون والليحة التنفيذية تم اصدارها واصبح في عندنا بقى كل التفاصيل اللي تخلى حضرتك تسهل عليك التسجيل مين معا الرجل المسؤول عن كل القصة دي دكتور جمال يأوت رئيس مصلحة الشهر العقاري منورنا اهلا وسهلا بسهلا بسهلا والاول في بداية حواري مع سعادتك بنتقدم بخلص العزاء لشهداء الواجد وشهداء الوطن سواء كان في الداخل او في الخارج ونعزي اهلين القرام ونتمنى لمصرنا العزة والقرامة وان يدوم على مصر الامن والامان في الفترات القادمة بإذن الله رب العالمين انا عندي التفاصيل كل الحاجات او لو صحة عبير تفاصيل الطفرة الجديدة في التسجيل بس انا سؤالي بقى ابدأ من فين يعني انا لما اجي اقعد اتكلم مع دكتور جمال اقوله هبدأ من فين هبدأ من الرقم اللي انا قلته 85% من عقارات مصر جير مسجلة ده بجند ده على فاكرة ده رقم مهول ده مش مهول ده احنا نسبة التسجيل في مصر من 5% ل7% ده الرقم اللي وصل ساعتك 85 ده ساعتك لا ده مش حقيق احنا نسبة التسجيل ونقل الملكي العقارية في جمهورية مصر العربية لا تتعدى قاب قوسينا او ادنى من 5% وال7% من عقارات مصر نقدر نقول بداية صغيرة كده نقول الصروة العقارية في مصر كانت مهددة بقوانين عشوائية من اليوم من 7 بصدور قانون 9-22 مصر توضع عشوائية القوانين العقارية عشوائية القوانين العقارية قانون جديد بفكر جديد يناسب الجمهورية الجديدة ويناسب التحول الرقم ويناسب القضاء على جميع مشاكل نقل الملكية العقارية في مصر حلو جدا في مواطن هيجي يقول لي طب يعني انا هستفيد ايه يا يوسف من وراء التسجيل ما انا مثلا عندي الشقة عندي العمارة بعرف ابيعها بالعقود الابتدائية وبتروح من مالك للتاني للتالت للرابع ولا احنا بنسجل ولا حاجة طب شوف يا فندي استقافة دي تواطرت عليها الاجيال من السبعينات والستينات في نقل الملكية العقارية فحصل فصل ما بين العقد المسجل وما بين المالك او الحائز على الوحدة ليه لان جميع التصرفات التي تمت تمت بعقود عرفية وبعيدة عن انظر وعيون الدولة الاخطر من كده ان الشعب نفسه هو عايز يسجل ولكن القانون معقد ففيه رغبة وثقافة المواطن للتسجيل ولكن يصطدم بالواقع القانون حلو القانون معقد طب هنعمل ايه وقفنا ادى الى ايه عزوف كافة المواطنين عن اجراءات التسجيل في بحث الملكية العقارية في القانون 114 كان بيتطلب تسلسل الملكية ابحث ملكية من الوضع يده الحالي حتى سند الملكية كل هذه الحلقات العرفية واجبات الشعر اطرافها غير موجودين يبقى المواطن هيصطدم بايه بعدم التسجيل اوكي طيب جزء برضو من الحاجات اللي انا بقى بالنسبة لي كانت ملتبس عليها هو وضع اليد انا اول مرة اعرف ان في حاجة اسمها حد وضع يد على عقار مبني انا كنت تفهم وضع اليد ده يقولك حاطت ايده على حتة الارض دي لكن في حالة اسمها وضع يد على عقار ملك جديد في القانون دي بايه فاندب المادة عشرة مقرر وما استحدثه هذا القانون وهي وهو نقل الملكية العقارية بالحيازة وتم ايجاد طريق جديد لنقل الملكية العقارية حيازة هادئة مستقرة مدة خمس سنوات بقصد التملك وبحسن النية من وقت تلقي الحق حتى تمام التسجيل النص ده تم وضعه في القانون تسعة اتنين وعشرين لكي يزيل جميع مشاكل الشهر العقاري هذا النص سوف يحول جميع العقارات الغير قابلة للتسجيل الى عقارات مسجلة مسجلة كل ما هو عقار سواء كانت واحدة سكنية او شأ او محل او عقار قائم بذاته او قطعة ارض فضاء ينطبق عليها هذا النص يبقى تنتقل الملكية العقارية بطريق جديد وهذا هو ما استحدثه القانون خمس سنين حائز بسند صحيح هو عقد البالي ابتدائي ويؤيده هذا ويؤيده ايصال الكهرباء او اي ايصال من المرافق او شهادة ميلاد كل ذلك يؤيد العقل الصحيح هو الطريق الاول لكذب الملكية لكل حك حلو جدا اشتركوا في القناة